أحلى وأجدع شباب وبنات في الدنيا أهلا بكم في حلقة جديدة مع صياد حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن أكتر من نسخة ويندوز مناسبة للأجهزة الضعيفة والمتوسطة وكمان مخصصة لتشغيل الألعاب والمحاكيات بسلاسة على أجهزتنا والنسخة اللي هتختارها بنفسكم من الحلقة دي هعمل لكم عنها شرح كامل من طريقة تحملها وتثبيتها على الجهاز لطريقة ضبط عدادتها علشان ناخد منها أفضل أداء أثناء تشغيل أي لعبة وأي محاكي عندنا بس ده طبعا مشالت واحد وإني أشوف تفاعل حقيقي على الحلقة دي أما دلوقتي خلونا نصلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونروح مع بعض نشوف أول نسخة ويندوز مخصصة للألعاب والأجهزة الضعيفة معنا في حلقة النهاردة وأول نسخة ويندوز هتكون معنا في حلقة النهاردة هي نسخة ويندوز جوستس بكتر وأول ميزة لازم تعرفها لو أنت ناوي تستخدم ويندوز جوستس بكتر أن دي في الأساس نسخة ويندوز 10 كاملة من على الموقع الرسمي ومحذوق منها بعض الخدمات ومتضفلها بعض الخدمات الأخرى والأدوات اللي بتساعد النسخة في تحسين الأداء وعمل أبتماز لنفسها بشكل مستمر علشان تديك أنت كمان أفضل فريمات أو أفضل أداء من جهازك فمثلا النسخة فيها LZX Algorithm ودي خاصية بتسمح لها اللي هي تعمل حاجة زي ضغط للملفات مجرد ما أنت بتحفظها على البلتشن بتاعك كمان أول ما بتنزل النسخة بتلاقي معا مكتبة .NET Framework بإصدار 4 و 4.5 و 4.6 وكمان 4.7 و 4.8 كل الإصدارات دي بتلاقيها متوفرة مش بتضطر أنك تحملها مرة ثانية كمان نسخة جوستس بكتر لو بستطلها بشكل عام هتلاقي محظوف منها معظم البرامج اللي أنت ما بتستخدمهاش كمان لو جينا بصينا على مجموعة البرامج اللي بتتسبت مع نسخة وندوس جوستس بكتر هنلاقي بيثبت لنا البرامج اللازمة بس والأساسية في تشغيل الألعاب كمان بيحزف كل البرامج اللي أنت مش محتاجها واللي بتأثر على جهازك وأداءه معاك زي التطبيقات اللي بتيجي بشكل افتراضي مع أي نسخة وندوس سواء فيسبوك سواء انستجرام سواء كل التطبيقات اللي بتنزل بشكل تلقائي مع أي نسخة وندوس كل الكلام ده هتلاقيه محزوف من نسخة جوستس بكتر بشكل نهائي كمان نسخة جوستس بكتر فاهميزة ولكن مش مهمة أو للجيمر بس مما أننا بنتكلم على النسخة هقولها لكم بالمرة وهي السلش بار اللي أنت شايفه قدامك بالشكل ده نسخة جوستس بكتر معمولها أبتمائز مختلف عن نسخة وندوس العادية بحيث اللي هي تسرع عملية البحث لو أنت بتبحث على أي حاجة هنا كمان أي نسخة وندوس عادية وده اللي هنشوفه مع بعض كمان شوية بتبع التقارير بشكل مستمر لشركة مايكروسوفت علشان الشركة كمان تجمع معلومات عن المستخدمين وتقدر تحسن لهم الأداء بتاع النسخ اللي هتيجي بعد كده الموضوع ده أكيد بيستهلك جدا من الموارد وده حاجة مش موجودة أو ميزة موجودة في وندوس جوستس بكتر إنه هو مفهوش الحكاية دي كمان النسخة أول ما بتنزلها بيجي معها صوفت وير طبعا هو مش موجود عندي دلوقتي ولكن في الحقيقة هو صوفت وير مهم لأي جيمر لأنها أداة بتخليك تعمل اوبتومايز للنسخة زي ما انت عايز كمان بتوفر لك أدوات كتير تقدر تعمل اوبتومايز للنسخة بتاعتك بشكل كامل من خلالها بالشكل اللي رياحك انت كمان المساعدة الآلي الخاص بمايكروسوفت والاسمه كورتانا كلنا عارفينه طبعا ده مش موجود في نسخة وندوس جوستس بكتر بتقدر تسببته عادة على النسخة ولكن هي بشكل افتراضي ما بينزلش معها كمان النسخة لو رحنا بصين على اللغات بتاعتها هنلاقيها بتدعم كل اللغات اللي انت ممكن تستهدمها اي لغة تقدر تضيفها هنا للنسخة من خلال القايمة دي تيجي تضغط على كلمة Add Language من هنا وكل اللغات المتاحة في العالم قدامك هنا هتحدد اللغة اللي انت عايزها ومجرد ما تضغط على Next اللغة هتتثبت معاك وتقدر تطلع تختارها من هنا كمان لو انت بتستخدم Microsoft Store او بتلعب اي لابة على Microsoft Store هتقدر تحملها هنا على النسخة بشكل طبيعي جدا النسخة بتدعم تشغيل كل العب Microsoft Store كمان النسخة بتنزل معاك ببعض التعريفات الاساسية اللي انت محتاجها في بداية اي نسخة زي مثلا تعريف الانترنت كرت الشاشة الكلام ده كله كمان النسخة لو انت حابب توقف فعل تحديثات بشكل انهائي تقدر توقف التحديثات وشغالة معاك على الحال ده لحد سنة 2030 كمان لو انت من المجموعة التانية اللي بتحب تحافظ على التحديثات فالنسخة بتقبل كل التحديثات لو انت حابب تحدث عادي جدا بالامانة خلينا اقولك ان نسخة Windows Ghosts بكتر من احسن نسخة جيمينج اللي انا استهدمتها بس فيها مشكلة النسخة بالتحديد مع لعبة PUBG Mobile بعد التحديثات الاخيرة بقت بتسقط دروب بفريم عادي جدا وده لان متطلبات اللعبة زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي هتظهر لك فوق في حرف الآي عالت بشكل كبير جدا زي ما احنا شرحنا في الحلقة اللي فاتت لو حابب تعرف متطلبات تشغيل PUBG على المحاكي الجديدة كل ده تقدر تشوفه في الحلقة اللي فاتت تخلص معي الحلقة دي وراح تفرج عليها براتك النسخة لو انت جهازك ضعيف مش هتريحك قوي النسخة كمان اوقات بتقف معايا كده بشكل غريب ما ببقاش فاهم ده ليه الماوس بيتجمد في نص الشاشة وكل حاجة تقريبا بتقف كأن الجهاز اخد سكرين شوت واقف على كده النسخة نفسها بتقف لمدة 3-4 ثواني وترجع تشتغل مرة تانية ودي مشكلة ما قابلتهاش في اي نسخة وندوس تانية من الاخر لو انت حابب تاخد رأيي انك تستخدم النسخة ولا لا فانا هقولك لا ولكن لو انت حابب النسخة فالنسخة كويسة انا ما بقولش عليها وعشة ولكن طبعا فيه نسخ كتير افضل منها ومستقرة عنها زي ما هنوضح مع بعض دلوقتي التانية نسخة معنا النهاردة وهي نسخة اطلس او اس اطلس او اس بتتميز بحاجات كتيرة جدا هحكيلك عليها دلوقتي بس قبلا ما حكيلك عليها عايز اقولك معلومة بسيطة اطلس او اس مش نظام تشغيل وده لانها لها نظام تثبيت معين لو انت حابب تستخدمها من الاخر كده اطلس او اس هي اداء او برنامج مش نسخة ويندوز كاملة زي ما انت متخيل هتفهم كل ده اثناء الحلقة ولكن خليني في الاول اكلمك عن مميزات نسخة ويندوز اطلس او اس اول حاجة نسخة اطلس او اس من اسرع النسخ اللي انت ممكن تجربها في حياتك وده بسبب ازالة العديد من التطبيقات والمكونات الغير ضرورية اللي موجودة في اي نظام تشغيل كامل يعني كل البرامج اللي احنا مش محتاجينها كجيمرز مش هتلاقيها موجودة في النسخة دي كمان حجم نسخة اطلس او اس الاصلية صغير جدا وبيوصل لحوالي جيجا ونص بس وده طبعا بيميزها عن كتير من نسخ تانية لانها بتكون مناسبة جدا للاجهزة اللي ما عندهاش ساعة تخزين كبيرة او هردات كبيرة كمان لو جينا نبص لنقطة الخصوصية في نسخة ويندوز اطلس او اس عندها من افضل النسخ اللي بتحافظ على خصوصية المستخدمة لانها بتشيل مكونات كتير من نسخة الويندوز اللي بتسمح لشركة مايكروسوفت ان هي تجمع بيانات من نسخة الويندوز عندك بشكل مستمر عنك وعن جهازك وعن طريقة استخدامك للجهاز وده بيسعادهم ان هما يحسنوا في النسخة اللي هتيجي بعد كده من النسخ بتاعتهم الادوات دي كلها اطلس او اس بتحسفها لك بشكل نهائي بحيث ان مفيش اي داتا تخرج من الجهاز عندك وبالتأكيد طبعا نسخة اطلس او اس نسخة مجانية تماما وتقدر تحملها من غير ما تدفع ولا سنت واحد ودي كانت اشهر المميزات اللي موجودة في نسخة اطلس او اس بس في بعض العيوب ولازم اقولك عليها برضو لان ده من حق اول عيب هتلاقيه في النسخة ان مفيش برنامج للحماية ودي حالها بسيط جدا وهو انك بعد ما تثبت النسخة لو انت حابب يكون عندك انت فيروس على جهازك تروح تحمل انت فيروس من على الانترنت وتستخدمه بشكل اساسي كمان هتلاقي بعض المميزات النقصة في النسخة واحنا بنتكلم عن المميزات النسخة اقولتلك ان النسخة محزوف منها كل البرامج اللي انت مش ممكن تستخدمها كجيمر علشان كده لو جنا نبص العيوب هنلاقي ان في بعض البرامج اللي انت مش هتقدر تستخدمها على الجهاز طبعا كلها برامج مش ضرورية عندك ولكن زي ما قلتلك من حقك انك تعرف المميزات والعيوب بشكل كامل علشان كده وبشكل عام ممكن اقولك ان النسخة اطلس او اس هي خيار جايك جدا للناس اللي عندها جهزة ضعيفة وساعة تخزين قليلة كمان لو جدا نبص على عداء نسخة اطلس او اس في المحاكيات والالعاب وخصوصا لعبة بوب جي موبايل كود موبايل وكل الالعاب اللي انت بتلعبها على محاكي جيملوب ومحاكيات تانية شبهها النسخة هتقدم لك اداء كويس جدا وفرمات عالية زي ما انت شايف كمان استهلاك النسخة دايما بيكون بسيط جدا من المعارب بتاعتك والصورة اللي هتزهر قدامك دي الصورة لاستهلاك النسخة مع لعبة بوب جي موبايل بدون استخدام برنامج تصوير اما اسناء استخدام برنامج التصوير فاداء النسخة زي ما انت شايف قدامك كده المعالج من 49% ل52% ولكن الجي بيو بيكون عالي بشكل دايم لان معالي اعدادات التصوير علشان اوصلك انت كمان الفيديو بجودة كويسة اما بدون برنامج التصوير فاداء السهلاك الحقيقي لنسخة الويندوز دي علشان كده وفرأيي انا لو بتدور على نسخة ويندوز خفيفة تفيدك بشكل كبير جدا في تشغيل الالعاب والمحاكيات عندك على الجهاز فنسخة اطلس او اس سيكون مناسبة لك جدا ولكن زي ما قلتلك في بداية الحلقة الحلقة دي اختيارية يعني النسخة اللي انتوا هتختروها بنفسكم هي اللي احنا هنشرحانها بالتفصيل علشان كده كل اللي انا طلبه منك انك تحط لايك على الحلقة دي وتنزل تكتب لي اسم النسخة اللي انت بتفضلها في الكومنتات علشان نخصص لها حلقة كاملة عندنا على القناة اما دلوقتي وقبل ما سيبكم ما تنسوش تعملوا لايك على الحلقة دي واشتراك في القناة لو انت اول مرة بتشوفنا وفعل جرس الاشعارات على كل اللي اعايز يوصلك اشعار اول ما الحلقة الجديدة تنزل اما دلوقتي اشوفكم الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته